أكيد مكفايين وامتابعين بأولى فقرات صباحنا غير لليوم ورح يكون فيها مع المساحة التوعوية والنفسية ونصلت الضوء على مشكلة كثير عم نشوفها بالمجتمع وعم يعانوا من الأطفال بالمدارس أو حتى بين أصدقاؤهم مشكلة التنمر والسلوك العنف يلي عم يكون أكيد رح نحكي أكثر عن هذه الظاهرة ومدى خطورتها طريقة معالجتها مع الاختصاصية التربوية مي سريم يوسف يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحك خير وأهلا وسهلا يعني عم نحكي عن موضوع كثير عم نسمعه بالنهاية ما بس عم بيطال الصغار بالعمر وبالمدارس لا عم بيطال أيضا الكبار وعم بيطال شخصياته حتى الإعلاميين عم بيطالهم ببعض الأحيان لكن خلينا نركز على الصغار لأنه آثاره النفسية صعبة عليهم مفهوم التنمر وأسبابه خلينا نحكي عنهم هيك بشكل أولي قبل ما نبدأ بالتفاصيل هلأ مفهوم التنمر بالشكل العام هو مصطلح بينطلق على أي نوع أو أي شكل من الإساءة هلأ بنحكي نحنا إلى أنواع هي الإساءة لفظية أو جسدية من موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد نحو فرد أو مجموعة من الأفراد بتكون أقل منهم قوة أو أقل منهم مهارة فهو بيكون يا فردي يا بيكون أنه مجموعة من المتنمرين هلأ مثل ما تفضلت إذا بنا نحكي عن أسبابه فهي إلى أسباب عديدة بس أنا بحب وجه أنه كلمة أنه أحياناً كل حالة من التنمر بيكون إلى يعني سبب خاص فنحنا نحكي عن الأسباب المباشرة بتنطوي تحت أسباب غير مباشرة هلأ أول سبب أنه فينا نقول أنه أحياناً بيجأ الطفل بالمدرسة أو بالروضة أو حتى لو الكبار مثلاً إذا كان بمرحلة صغار تعرضه بحياته للتنمر فهو بيكون ردة فعله أنه بيصير هو من قائمة المتنمرين في عنا كمان أنه الطفل أو طالب المدرسة ممكن يكون يشعر بالوحدي أنه مثلاً ما عنده أصدقاء أو بالبيت مثلاً بده يجذب انتباه الأب أو الأم أو هيك فبيلجأ هو للتنمر يا أما يتنمر على أمه ويتنمر على أخه ممكن يكون سبب تعني أنه المشاكل العائلية اللي بتكون ضمن الأسرة أنه بيكون الطفل عم يتعرض للتنمر من أحد الوالدين فهو بيكتسب هذه الصفة لأنه الأهل بيكونوا قدوي للطفل أو قدوم عنصر جديد للعائلة مثلاً أنه بتكون غيري أنه قدوم مولود جديد للطفل فهو بيصير يعبر عن كسر الألعاب أو ضرب أخو أو المولود الجديد هلأ في أسباب كثيرة كمان أنه في عندك أنه مثلاً أنت عجرف أنه بيكون الطفل حاسس حاله أنه هو أفضل حدث صار بالكون فبيكون عنده هاي الفوقية فهو يعني ما بيحسن أنه يتعامل مع أصدقائه لمثل سنه لأنه هو أعلى منه فبيصير بيبلش أنه بالاستهزاء والسخرية منه خلينا نحكي أكتر عن أنواع التنمر يلي عم بتكون وعن نواجهها الأطفال وخلينا نتعرف أيضاً على التصرفات يلي عم بتكون يعني بتقدر من الشخص يلي المتنمر وفينا نقول أنه هذا هو السلوك عند دواني هلأنواع التنمر هو النوع اللي كتير شائع واللي معروف بالمجتمعات هو في الأنواع عديدة هو النوع الجسدي النوع الجسدي بيكون بيتمثل بضرب الطفل لصديقه أو لأخه بالبيت أو الركل أو العقص أو الملاكمة كلها يعني زاء جسدي بيكون واضح على جسد الطفل في عنا تنمر لفظي هو عن طريق الشتائم أو المثبات أو الألفاظ النابي بيوجهها الطفل لأحد أقرانه في عنا تنمر اجتماعي هو التنمر اجتماعي لما بيتجه أنه عن طريق نشر الشائعات حوالين هذا الطفل أنا عم بحكي بسيطة الطفل بس نحن فينا نسقطه على الكبار أيضا على الكبار على كل الفئات على كل الفئات بالمجتمع عن طريق نشر الشائعة نحو هذا الشخص أو التهديد أو الابتزاز الاجتماعي في عنا كمان تنمر هلأ بظل هلأ القرن اللي عايشينه هو العلمترنيت تنمر التكنولوجيا الحديثة هي عن طريق مثلا نشر صور أو إرسال رسائل مثلا غير واضحة رسائل تهديد على وسائل التواصل الاجتماعي في عنا تنمر جنسي هذا يكون أكثر شيء بمرحلة المراهقة هي عن طريق نشر صور إباحية أو عن طريق نشر مثلا معلومات مغلوطة عن الشخص من هاي الناحية في عنا تنمر عرقي هو بتتنمر ناحية شخص بيكون لون بشرته غير أو جنسه أو دينه هاي أنواع طيب خلينا نحكي شوي يمكن التنمر كان موجود من زمان بسلق زاد بطريق مثل ما قالتي بأنواع وطرق عديدة وصار وسائل التواصل الاجتماعي هي بيعملوا ترد على أي شخص في الدنيا كيف فيها الأم تأوي شخصية أمنا حتى فعلا ما يكون شخصية عم تتعرض للتنمر وكيف المدرسة فيها تضبط هذا الموضوع يعني نحنا بنعرف أن الطفل بيضبط لقواعد تربوية بدون مدرسة اليوم حتى الكادر التدريسي عنده المسؤولية بضبط مواضيع التنمر لأنه عم تعمل المشاكل نفسية وأمراض نحنا بغينا عنها لبعدين هلأ أنت مثل ما تفضلت سؤالك إلى شقين المنزل الأم والمعلمة هلأ أرش نحن شخصية الطفل ترمو من بداية حياته فهو التنمر هو أحد المشاكل السلوكية اللي بتواجه الأطفال في عنا مشاكل كثير عديدة فنحنا نحكي أنه بدأت قول الأم شخصية الطفل أو ثقة الطفل بنفسه مو بس مشان مواجهة التنمر ومشان مواجهة العديد من المشاكل السلوكية فهي بتبلش بتربيته من ما بتكون عمره السنة فالأم لازم لأول شيء أنه تخلي الطفل يعرف أنه أنت ممكن تعرف شهو مفهوم التنمر أنه يعرف هذا المصطلح على الطفل بجزء ما يحكي لأمه أو ما يكون صريح أو ما ينتبه أنه هو تعرض لهذا الشيء فأول شغلة أنه نحن لازم نعرف الطفل شهو المشاكل ممكن هو يتعرض له ثاني شغلة بدأت أول الأم شخصية الطفل أول شيء بدأت تركز على الجوانب الإيجابية بشخصيته بدأت دائما تعطي عبارات المديح عبارات القبول عبارات الاستحسان للطفل بدأت تسقل مواهب وتنمي شخصيته دائما الحوار بين الأم والطفل أنه ما بيصير فيه أنه بتصير مثل كأنه صديقته ما بيخبي عنه شيء دائما بتحط الأم الطفل بمسؤوليات يعني بتطلب منه واجبات هي ضمنيا تعرف أن الطفل قادر أنه يساويه فبتسني عليه وبتعطيه شيء تحفيزي فهو ضمنيا هي بتكون عم تقوي ثقته بنفسه حتى بتعطيه مثلا سبيل اختيار مثلا بدأت تشريد له لعبي أو حتى تياب فهي بتقوله أن أنت قادر لحالك أنه تختار أنه نمط البلوزي اللي حابب تلبسه فهي الشغلات الحالة بالعقل الباطني بتقوي شخصيته الطفل بتعطيه ثقة بنفسه هلأ بموضوع المعلمة هلأ أول شيء لازم يكون أنه الطفل متى ما فات على مضمار التعليم أولا لازم يكون في تعاون بين المنزل والمدرسة لأنه الطفل عم يقضي نص اليوم بالمنزل ونص اليوم بالهيئة فلازم يكون في وسيلة الحوار بين المعلمة وبين الأم هلأ عن جديد عم يعملوا مثل دفاتر التواصل كل أسبوع بتبعات المعلمة شو التغيير بالطفل هلأ أولا بالمعلمة أول ما بيفوتوا الأطفال بدها تعمل هي مثل لوحة قوانين صارين بالصف فهي بدها تغزي عند الأطفال روحي الألفي أو المحبي بتعرض لهم مثلا فيلم وسائقي هي ما بتكون تعرف عن التنمر يعني ما فيها تجي تتوجه لواحد بشكل مباشر بتعرض لهم فيلم وسائقي ببرامج كرتون بيعرض عن التنمر بتصير بتتناقش بتحاور أنه شو رأيكم تصرف هذا جيد أو لا هم بدها تصير كمان تراقبهم لما هي بتلاحظ أنه فعلا فيه تنمر بين فردين أو بين مجموعة وفرد بدها تحاول تحاول الفرد أنه تعرف شو سبب التنمر بتشجعه للحديث والحوار صحة إن كان عم تضوي على الأهم نقطة أنه نحنا نعرف كيف نواجه هذا التنمر للأسف لأنه صار بعالم السوشيال ميديا وبهذا الفضاء المفتوح وكل هاتنا معرضين للتنمر فعن كيف نقدر نوقف بوجه هذا التنمر وكيف ما يؤثر على شخصيتنا بتبقى يمكن هاي هي النقطة الأهم بدنا نتشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا ياها شكراً كثير شكراً على وجودك معنا ونسبنا لك نهار حلو مثلك شكراً لكم